ونبقى في رمالله وينضم إلينا منها الأساد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني سيد قدورة مرحبا بك وأبدأ معك من حالة حسان التميمي لنلقي منها الضوء على حالة الأسرى الفلسطينيين من الأطفال يعني دعنا نتحدث بالأرقام التي ترصدونها أنتم كنادي للأسير يعني الآن هناك 350 طفل فلسطيني رحل الاعتقال بعضهم موقوف وبعضهم صدرت بحقهم أحكام وبعضها أحكام جائرة وقسم منهم أيضا مصابين خلال عملية الاعتقال إجمالي عدد الأسرى هناك 6500 أسير منهم 500 معتقل إداري و62 امرأة إضافة للأطفال الذين ذكرت أما وأنا نتحدث عن قضية الطفل حسان التميمي هناك أيضا المئات من الأسرى الذين يعانون أمراض خطيرة منهم 120 أسير يعني هذا عدد تقريبي يعانون من أمراض تهدد الحياة أمراض مزمنة ومستمرة تهدد الحياة نعم لكن أنتم أعزوتم حالة حسان التميمي إلى الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الاحتلال هل هناك أدلة على ذلك أستاذ فارس أم أن أستاذ قدورة أم أن هذا ديدا لاحتلال بشكل عام مع معتقليه ومع سجنائه يعني الإهمال الطبي في حالة حسان كانت واضحة وصارخة لم يقدم له العلاج والغذاء الخاص الذي يتناوله نظرا لحالته الصحية أبلغت إدارة السجن بذلك ثم أعلمت المحكمة بأنه يحتاج إلى غذاء من نوع خاص وكذلك إلى علاج منتظم المحكمة أصدرت قرارا طلبت فيه من إدارة السجن أن تهتم في تقديم العلاج والدواء اللازم لكن إدارة السجن لأنها تعلم أن السياسة لديها بإهمال الأسرة بشكل عام والمرضى بشكل خاص علاجيا تصرفت وفقا للتقاليد وتقوس العمل لديها أهملت حالته تدهور وضعه الصحي نقل إلى المستشفى وفي زمن قياسي خلال ساعتين التأمت المحكمة في غير موعدها لتكرر الإفراج عنه ويترك في المستشفى يعني الشرطة والسجنين الذين كانوا معه في المستشفى وضعوا قرار الإفراج بجانب رأسه وكان تقريبا في غيبوبة وكاد أن يستشهد نظرا لذلك تركوا الورقة على سريره وذهبوا لم يبلغوا إدارة المستشفى ولا طاقم الأطباء عن حالته وما يحتاج لو لا وصول المحامي صدفة إلى المستشفى وإلا ربما كان الأخ حسان شهيد الآن سيد خدورة حالة حسان هذه وكما أشرت حضرتك حالة موثقة بالأدلة وهناك حالات أخرى أيضا ذكرتها فيما يربع على 350 حالة أسير طفل هل من دعاوة دولية ستقدم أو قدمت في هذا الإطار لإدانة الاحتلال الإسرائيلي على هذه التصرفات جرائم الاحتلال كثيرة ومتنوعة لم يقدم عن حالات محددة حالات بعينها جرائم موثقة قبل وقت قصير استشهد الأخ عزيز عويسات والذي كان أيضا تعرض إلى ضرب عنيف من قبل السجالين أي أنه قتل قتلا التوجه لمحكمة الجنات الدولية على وجه الخصوص المفروض وكما توافق الشعب الفلسطيني أن يكون ذلك عبر أو من خلال القرارات الوطنية التي ستصدر عن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة قضية محكمة الجنات الدولية هذه اللجنة التي فيها تمثيل لكافة الفصائل بما فيها حماس والجهاد والشعبية والديمقراطية لكن هذه اللجنة حتى الآن أنا لا أعرف ما إذا كانوا نسمع بين الحين والآخر تسلمت مذكرة ما إلى ذلك لكن هل وصلنا إلى وضع أن نكون مدعوين لتقديم وثائق في ملفات بعينها يبدو أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد أشكر أكساد قدور فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني متحدثا من رمالة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر